محافظ صلاح الدين يراهن على المتابعات الميدانية لتعجيل باستكمال المشاريع الخدمية وتحسين عمل المؤسسات العامة قائد عمليات صلاح الدين يؤكد القضاء على خلايا داعش النائمة بالمناطق الحدودية مع المحافظات لتسهيل عودة النازحين الكاظم يصدر قرارات ترقية لضباط الحدود ومقافحة الإرهاب وبغداد على موعد استثنائي في مئوية عيد الجيش والبرلمان يكشف عن تهريب ثلاثمائة وخمس تريليون دينار عراقية وقلق كبير من تأثير سعر صف الدولار على فرص العمل والأهمار ترجمة نانسي قنقر